اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم يتوقف الابداع في جامع قرطبة على هندسة البناء بل ابدعوا ايضا في هندسة الاضاءة في النهار عالجوا الاضاءة عن طريق هذه النوافذ الكبيرة وفي الليل عالجوها عن طريق هذه القناديل عددها اكثر من 4700 قنديل وبحسابات رياضية معقدة عالجوا الصوت ايضا كان الامام يقرأ في الصف الاول ويسمعه من هو في الصف الاخير مساحة المسجد الضخمة جامع قرطبة سجل لابداع الامة اجمل ما سترى في جامع قرطبة هو هذا المحراب الرائع تفاصيل البناء مدهشة بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون بعد سقوط قرطبة حول الجامع الى كنيسة هذه الكنيسة مبنية في قلب الجامع حيث المساجد قد صارت كنائسة ما فيهن الا نواقيس وصلبان حتى المحاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترثي وهي عيدان في البداية كان جامع صغير الى ان دخل الاندلس صقر قريش عد الرحمن الداخل فامر ببناؤه بشكله الحالي تعاقبت عليه التحسينات والترميمات حتى عهد الحاجب المنصور يعد معلم جامع قرطبة من اهم المعالم السياحية في اسبانيا يدر عليهم الملايين سنويا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة